توقع الحكومة تكون توافقية لأنه من الصعب أن تكون حكومة أغلبية خاصة الحكومات السابقة كانت توافقية وهي مو مهم توافقية أو أغلبية مو مهم مش راح يقدمون للشعب أكيد خاضعة للمحاصصة لأن العملية السياسية برمتها هي عملية سياسية محاصصة بين الأحزاب وبين المكونات العراقية لا بالتأكيد راح يصير توافق سياسي الأطراف كلها تتفق إن شاء الله وتتشكيل الحكومة تصير خلال هالفترة إن شاء الله جاية الانتخابات هاي اللي صارت نزيه إن شاء الله وكل من يأخذ حقها إن شاء الله ماكو محاصصة ونرجع للمنحب نرجع المنربة على الأول إن شاء الله لا نفس الشي ما صارك وتغير نفسها محاصصة هذا لي وهذا لي والله هي مبينة الكتاب مبين من عنوانها هاي عملية التأخير بعد انتهاء الانتخابات وهاي يعني الأخذ والعطاب يعني هالمساجلات اللي ما الهداعي يعني وإلا هو يفترض أن نظام الديمقراطي يعني مباشرة إن تشكل حكومة من القائمة الفائزة وينتهي الموضوع كل يثير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة